من الناحية الطبية لو بنت صغيرة قل من السن اللي احنا بنتلم عنه قل من 18 سنة اتجوزت يعني ده بيبقى يعني ينعكس ازاي على نفسيتها وعلى جسمها وعلى صحتها هو طبعا لما بنيجي نتعامل مع الجوزية ديت فيه ناس كتير جدا تقولك ما البنت الصغيرة اتجوزت وبقت كويسة زي الفل ايه شايفة بنت او شايفة بنتين لما بنيجي نعلى بنبع على مستوى دولة وانا اعتقد ان الحوار دلوقتي معني بالشعب المصري اتأكيد فبيعملوا المسوح بيعملوا المسوح يغدوا عين عشان يعرفوا اثار السلوك ده على المجتمع يعني ففيه مسوح عالمية بتتعامل اول في منظمة الصحة العالمية قالت يا جماعة سن الزواج منظمة الصحة العالمية بتوصي ولا تجبر اي دولة 18 سنة لان ده قبل كده في خطر عليها الحمل ايه الخطر اللي عليها اختار هم بيبدأوا بقى يشوفوا السنة وعلقته بالمخاطر اولا طبعا الحالات الانيمية لازم تعرف ان الولادات المتعسرة بتزيد مع السن الصغير مع الحمل في السن الصغير لما جم قرنوا وفيات الاطفال انت عارف وفيات الاطفال كانت عالية مصر لما قرنوا وفيات الاطفال ما بين الستات اللي هم قبل 18 وبعد 18 لقوا ان من واحد لخمسة يعني بتزيد وفيات الاطفال خمس اضعاف مع السيدات مع اللي بيجوزوا قبل 18 طب وفيات الام نفسها تمام بيبقى اتنين لخمسة يعني وفيات الامهات اللي في مصر اللي هي دلوقتي 49 وفاة لكل 100 الف مولود لو جيت تحللها هتكتشف ان معظمها اكترها اللي قال من 18 سنة